وينضم إلينا من جنوب لبنان الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية أحمد بعد تحية هذه العواج التي نشاهدها بإطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل ما هي التفاصيل لديك؟ نعم تحياتي لك في البداية بالفعل قبل دقائق معدودة خرجت رشقة صاروخية كبيرة من الجنوب اللبناني باتجاه الأراضي الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني وربما تبدو هذه الرشقة مختلفة عن الرشقات السابقة من حيث عدد الصواريخ التي أطلقت وربما أيضا من حيث نوعية الصواريخ التي أطلقت وفقا للمشاهد الأولية وربما اللافت في هذا الأمر أن منظومة القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصواريخ وشاهدناها وهي تخترق وتجتاز الحدود اللبنانية مع المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وتدخل في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي هذه هي رشقة جديدة علما بأن هذه هي أول رشقة لحزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه الموقع العسكرية الإسرائيلية بعد الموجة الثانية من الغارات الجوية العنيفة التي استخدم فيها الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الصواريخ في استهداف مناطق في القطاع الشرقي وفي مناطق متفرقة في محيط مجرى نهر الليطاني حيث زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف منصات لإطلاق الصواريخ في هذه المناطق وردا على هذه الغارات والاعتداءات الجوية الإسرائيلية على هذه المناطق في الجنوب اللبناني خرجت هذه الرشقة لتصيب أو لتدخل في عمق مناطق لجيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الرشقة الاختلاف الأساسي في هذه الرشقة أنه ربما الرشقات الأخيرة أو العمليات الأخيرة لحزب الله وخصوصا آخر عمليتين على مدار يوم أمس استهدفت مناطق بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية أو متاخمة للحدود الجنوبية اللبنانية بشكل مباشر وبالتالي لا تطلق فيها الصواريخ بهذه الكسافة وبهذا الحجم ولا تصل إلى عمق الجنوب أو عمق المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي ولكن كانت رشقات الصباحية على مدار يوم أمس تصل إلى عمق كبير في الأراضي الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي لكن هذه الرشقة وبعد موجتين من الاعتداءات غير المسبوقة على الجنوب اللبناني تخرج هذه الرشقة بهذه الكمية عشرات الصواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني وأيضا هذه الصواريخ فشلت القبة الحديدية في اعتراضها وربما سنعرف بعد قليل الهدف الذي حاول أو الذي استهدفه حزب الله من هذه الرشقة الصاروخية الكبيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال على مدار يوم أمس نفذ حزب الله 11 عملية من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية كان من بينها سلسلة عمليات استخدمت فيها عشرات الصواريخ من طراز كاتيوشا باتجاه مواقع في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال وذلك قبل الموجة الثانية للغارات الجوية العنيفة التي استهدفت مناطق في الجنوب اللبناني وبذلك تكون هذه هي أول عملية لهذا اليوم الأحد وأول عملية بعد الموجة الثانية من الغارات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة على الجنوب اللبناني أحمد كان هناك تقارير إعلامية تحدثت عن أن جيش الاحتلال يستعد ربما خلال 24 ساعة لرد من حزب الله وعلى ما يبدو بأن هذا الرد بدأ هل هناك أي ما ينظر بأن هذه الردود أو هذه الصواريخ التي أطلقت هي مقدمة للرد لحزب الله وهناك أيضا تقرير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن هناك أكثر من مئة صاروخ تقريبا أصابت أو أطلقت باتجاه حيفا نعم ربما الرد الذي يترقبه جيش الاحتلال الإسرائيلي هو مخالف عما تم إطلاقه قبل قليل لأن ما يترقبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من رد هو رد على العمليات النوعية والضربات الموجعة التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي لحزب الله على مدار الأيام الماضية بدءا بعمليتي مجزرتي الثلاثاء والأربعاء التي استهدف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بتفجير عدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية مما أدى إلى سقوط عدد ربما العشرات ضحايا جراء هذه العملية وسقوط الآلاف مصابين جراء هذه العملية أو هاتين المجزرتين تحديدا بالإضافة أيضا إلى عملية استهداف الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت أمس الأول فضلا عن الاعتداءات التي طلت مناطق متفرقة فيها الجنوب ربما أكثر من 150 غارة في يوم واحد نفزها جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا في الجنوب اللبناني على مدار يوم أمس فما يترقبه جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الرد الكبير على استهداف قيادات الحزب الله واستهداف لمدنيين واستهدافات لعناصر الحزب وأيضا المدنيين فيما عرف بتفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية هذا الرد لم يأتي بعد ولكن ربما هذه العملية تأتي في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية اللبنانية لأن هذه الرشقة وإن كانت كبيرة وإن كانت أيضا تجهت نحو عمق في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي ولكنها على ما يبدو تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي وأيضا تأتي ردا على مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه استهدف منصات لصواريخ حزب الله أو أنه قادر على إضعاف قدرات حزب الله في الجنوب اللبناني ولذلك يرفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في المناطق في طول الحدود الجنوبية اللبنانية وبعمق كبير وصولا إلى حيفا وأيضا بالتوازم حيفا هناك حتى تبرية وغيرها من المناطق من هذه ربما بعمق يتجاوز الثلاثين كيلو مترا في الشمال المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء ربما الطيران المسير يعود مرة أخرى إلى أجواء الجنوب اللبناني في محاولة الاستطلاع ما حدث وأيضا في محاولة لتتبع مصار الصواريخ التي سقطت قبل قليل قبل دقائق معدودة في أهداف استهدفها حزب الله برشقة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع إسرائيلية نعم كيف تبدو الأوضاع الآن في الجنوب اللبناني بعد إطلاق هذه الرشقة الصاروخية الكبيرة من حزب الله أحمد وخاصة بأن في العادة بعد هذه الرشقات الصاروخية يكون في رد إسرائيلي أيضا نعم حتى الآن ربما جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتأهب حتى الآن لموضوع الرد ربما الطائرات المسيرة في أجواء الجنوب اللبناني الهدف الأساسي منها هو استطلاع ما حدث وتتبع مصار الصواريخ ولكن الجنوب اللبناني بشكل عام في حالة من الهدوء في خلال هذه الساعات من الليلة الساعات المتأخرة من الليل فبالتالي هناك هدوء تام في الجنوب اللبناني ربما لا يخرق هذا الهدوء سوى تواجد المسيرات الإسرائيلية في أجواء الجنوب سواء هنا في القطاع الشرقي أو في مناطق متفرقة وذلك بعد طلعات جوية متكررة نفذت طيران الحرب الإسرائيلي على مدار أكثر من أربع ساعات قبل حلول منتصف الليل واستمرت هذه الطلعات حتى بعد منتصف الليل حتى قرابت قبل ساعة تقريبا من الآن فبالتالي بعدما غادرت طيران الحرب الإسرائيلي أجواء الجنوب اللبناني وبدأت وطيرة المسيرات في الهدوء في أجواء الجنوب تم إطلاق هذه الرشقة الصاروخية الكبيرة التي على ما يبدو أنها استهدفت مواقع عسكرية حساسة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وفقا للمعلومات الأولية ولكن حتى الآن لم يعلن حزب الله عن الهدف الذي كان أو الذي وجه إليه الصواريخ حتى الآن هناك عواجل تتحدث أيضا أحمد عن دوي صفرات الإندار في منطقة قاعدة رماد ديفيد الجوية الإسرائيلية بالإضافة لقرى وبلدات عربية داخل الخط الأخضر هل هناك أي تفاصيل؟ ربما بالفعل صفرات الإنذار بالتأكيد دوت في مناطق متفرقة في المناطق الخاضعة لسيطرات جيش الاحتلال الإسرائيلي والسبب الأساسي في ذلك هو أن منظومة القبة الحديدية فاشلت في اعتراض هذه الرشقة الصاروخية وأيضا منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي فاشلت في اعتراض هذه الرشقة فربما هي سقطت في أهدافها وربما دخول الصواريخ في المجال الجوي الخاض على سيطرات جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني دوي صفرات الإنذار وإصدار تحذيرات لسكان هذه المناطق وأيضا للوحدات العسكرية من أجل الاستنفار أو الدخول إلى الملاجئ تحسبا لهجوم موسع وأن تكون هذه الرشقة مقدمة لرشقات أخرى تخرج من الجنوب اللبناني باتجاه المواقع والأهداف العسكرية الإسرائيلية أحمد هناك بيان صادر عن الخارجية الأمريكية بأن واشنطن طالبت مواطنيها بمغادرة لبنان فورا على ما يبدو بأن هناك علم لدى الولايات المتحدة بأن الأوضاع تزداد سوءا سواء كان ما بين المواجهات ما بين حزب الله وما بين إسرائيل ما هي التفاصيل لديك؟ نعم ربما الولايات المتحدة قدمت عدة مبادرات على مدار الأشهر الماضية من أجل احتواء هذا التوتر القائم على الحدود الجنوبية اللبنانية ولكن هذه المبادرات قوبلت بتعنت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أراد أن يكون هناك تطبيقا جزئيا للقرار 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بحيث يقوم لبنان بتطبيق ما جاء في هذا القرار من التزامات بينما يتحرر جيش الاحتلال الإسرائيلي من تطبيق هذه البنود الخاصة به في هذا القرار علمان بأن هذه البلود تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من كافة البلدات الجنوبية المحتلة التي لا يزال يحتلها حتى الآن وأن يتضمن أيضا وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية جوا وبرا وبحرا جيش الاحتلال الإسرائيلي وكيان الكيان الإسرائيلي رفض الالتزام بهذه القرارات وهذه البنود وأيضا طلب بأن ينفذ لبنان ما عليه من التزامات في هذا الأمر وبالتالي باقت هذه المحاولات الأمريكية بالفشل على مدار الأشهر الماضية فضلا عن إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف أو إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على استمرار المجازر في قطاع غزة علمان بأن الجبهة الجنوبية اللبنانية فتحت بالأساس كجبهة دعم وإسناد لقطاع غزة وبالتالي كانت الأمور يمكن أن تهدأ في الجنوب اللبناني بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي عطل كل هذه المبادرات الهادفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وبالتالي استمرت الجبهة الجنوبية اللبنانية وبدلا من أن يكون الهدوء هو عنوان أو مدخل لوقف التصعيد وأيضا عودة الهدوء الكامل على الحدود الجنوبية اللبنانية باتت الجبهة الجنوبية اللبنانية جبهة شبه مستقلة عن الوضع في قطاع غزة ربما ستكون هي جبهة رئيسية خلال الأيام المقبلة وفقا لتهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما هذا الأمر يدفع الجانب الأمريكي ليرى أنه لا حل في المدى القريب لهذا الوضع وأن ربما المواجهات العسكرية هي الخيار الأقرب في ظل هذا التوتر وفي ظل هذا التصعيد في الفترة المقبلة